شكراً شكراً وفي الشرع قال عقد على منفعة خرج يعني ليس تمليك كالبيع إنما هو عقد على منفعة وهذه المنفعة معلومة خرج به المنفعة المجهولة معلومة مقصود على منفعة معلومة مقصودة يعني إيه مقصودة أي يقصدها الناس غالباً أو عفواً مقصودة مقصودة قصدها الشرع للانتفاع به فعندك مثلاً لو أجر تفاحة لتجم هذه منفعة غير مقصودة فلا تصح إجارة هذه التفاحة أو ما شابه الأعمال التافهة لا يصح الأجرة عليه يعني أجر شخصاً لينادي له على الشيء المبيع هذا بكذاً أو أجر شخصاً ليدل الناس على المحيل كما نرى مثلاً فهذه الأجرة هذه الإجارة غير صحيحة لأن هذا أمر تافه هذا أمر تافه لابد أن يكون الأمر مقصوداً قال معلوم خرج به المجهولة يبقى قال عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة خرج بذلك استئجار البط الفرج فهذا لا يصح إنما يصح تمليك منفعته بالنكاح بعقد النكاح ولا يصح استئجاره لأنه غير قابل للبذل والإجارة لها أركان مؤجر أو مكر ومكتري وصيغة وأجر ومنفعة وهذه المنفعة بالشروط التي ذكرناها مقصودة ومعلومة وقابلة للبذل قال وشرط للأركان الإجارة مؤجر أو مكر لأن الكراء والإجارة بمعنى واحد مكر أو ومكتري وصيغة وأجر ومنفعة وهذه المنفعة بالشروط التي ذكرها الشيخ وشرط كل من المؤجر والمستأجر الرشد ولما يقول الرشد خرج به الصبي فلا تصح إجارته ولا استئجاره خرج به المجنون خرج به المحجور عليه فلا يصح تصح إجارته ولا يصح استئجاره لفقدان صفة أو شرط الرشد قال وعدموا الإكراه شرط المستأجر أن يكون رشيدا وإلا يكون مكرها فإن أكره على الإجارة قيل له أجر لهذه الدار وإلا ضربتك أو أخذت مالك أو كذا أو كذا من الإكراه المعتبر يعني فهذه الإجارة غير صحيحة فهذه الإجارة غير صحيحة وخرج بمعلومة الجعالة أو الجعالة هذه السادات نقول لك على منفعة المعلومة بالجعالة أو الجعالة هل منفعتها معلومة غير معلومة قال من يأتي لي بعبد الضائع أو بدبتي الهاربة أو الآبقة فله كذا وكذا هل هذه منفعة معلومة ليست معلومة لأنه لا يدري هذا الرجل كم سيستغرق أو كم سيبذل من جهد وعمل ليفعل هذا الأمر خلاف الإجارة لأن الإجارة ممكن لا يشترى يعني لا تنحصر الإجارة في إجارة الأعيان ممكن إنسان يؤجر بدنة فلو قلت أو قال شخص لآخر أجرتك لتعمل لي كذا فأجر بدنة هذه منفعة منفعة معلومة أجرتك لتخيط لهذا الثوب بكذا هذه منفعة معلومة لكن الجعالة منفعة معلومة غير معلومة لأن العبد الآبق لا يدري هذا العامل كم سيبذل من عمل وكم سيبذل من جهد ليأتي له بإيه بدابته الآبق أو بعبده الآبق صح وقال لك منفعة معلومة خرج بمعلومة الجعالة أو الجعالة قال وقال بمقصودة خرج به الأمر التافه كاستئجار تفاحة لشمها هذا لا يصح لأنه غير مقصود تمام قال بالزوج بهذا العقد وبالمهر للزوجة وبقابلة للبذل خرج بها منفعة البضع فالعقد عليها لا يسمى إجارة نما يسمى نكاحا قال وبالإباحة إجارة الجوار للوطن هو يصح إجارة الجوار رجل عنده جوار فأنت ذهبت إليه تستأجر جارية تستأجرها لماذا؟ تستأجرها لعمل البيت تنظف البيت هذه إجارة صحيح لكن استأجر جارية لأجل الوطن هذا لا يصح لأنه ليس مباحا حرام يبقى قابلة للبذل خرج بها النكاح منفعة البضع لأنه نكاح ليس إجارة وبالإباحة خرج به إجارة الجوار لأجل الوطن وبعوض وقال لك إيه؟ شرعا عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم خرج بعوض الإعارة أنا أعرتك هذا الكتاب لتقرأه هذه الإعارة في مقابل مال في مقابل مال أنت قلت لي أريد هذا الكتاب أسبوعا أقرأه قلت تفضل أعرتك إياه هل هذا بمال؟ ليس مقابل عوض لكن قلت لك أجرتك هذا الكتاب أسبوعا بكذا هذه إجارة والإجارة تختلف عن الإعارة لأن الإعارة ماذا؟ الإعارة عقد جائز أما الإجارة عقد لازم تمام؟ قال وخرج بعوض الإعارة وبمعلوم عوض المساقى قال لك بعوض معلوم عوض خرجت الإعارة لأن الإعارة ليست على عوض تبقى لك العوض هذا معلوم مر معنا أن هناك عوض على عمل ولكنه ليس معلوم لك عوض المساقى ساقيتك على نصف هذا النخل المالك ساق عاملا أجر بينه وبينه عقد المساقى على ما يخرج من التمر على نصفه هل العامل يعرف قدره بيقين ولكن هو أمر تقريب أمر تقريب فهذا عوض معلوم أم مجهول يعتبر مجهول يعتبر عوض مجهول وبعوض وبمعلوم عوض المساقى يبقى هذا هو التعريف وهذا التعريف له قيود القيود ليحترزوا بها عما احترز به بعد تعقيبه على التعريف يبقى فهمت التعريف وأركانه أركان الإجارة مكرن مقترى وصيغة ومنفعة وعوض ثم قال وَلَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ إِلَّا بِإِيجَابٍ كَآجَرْتُكَ وَقَبُولٍ كَسْتَأْجَرْتُكَ طبعا هذا مبني من الأصل عندنا لابد من الإيجاب والقبول اللي هو الصغة باللفز كَآجَرْتُكَ وَقَبُولٍ كَسْتَأْجَرْتُكَ وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ ضَابِطًا ما تصح إجارته بقوله وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كاستئجار وهذا هو الضبط كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحة إيه؟ صحة إجارته كل ما أمكن الانتفاع به أي انتفاعا شرعيا مع بقاء عينه صحة إجارته طيب قال لكن إيه؟ ما أمكن الانتفاع به شرع فلا يصح إجارة بيت أو مكان لأجل دار عبادة لغير المسلم هذا لا يصح وكذلك لا يصح هذا البيت يعني حرام طب إجارته البيت للكافر لغير المسلم وهذا الكافر بطبيعة الحال سيصلي في بيته صلاته التي على دين أو سيعلق مثلا رموزه أو ما شابه فهذه الإجارة تكون صحيحة مع الكراهة الإجارة صحيحة مع الكراهة يكره إجارة دار سكنة لغير المسلم قال لك كلهم وأمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يعني إيه مع بقاء عينه؟ خرج به نحو الشمعة الشمعة يجوز الانتفاع به أم لا يجوز؟ يصح الانتفاع به لكن هل تبقى عينها؟ تزول عينها فلا تصح إجارته الصابون لا تصح إجارته لأنه لا تبقى عينه فإما أن يبيعه وإما أن يهبه لكن لا يؤجر وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كاستئجار دار للسكنة دار للسكنة ودابة للركوب صحة إجارته وإلا فلا أي وإلا إيه؟ وإلا ما لا يبقى عينه أو ما لا يمكن الانتفاع به شرعا لا فصح إجارته ولصحة إجارة ما ذكر شروط ذكرها بقوله إذا قدرت منافعه بأحد أمرين ولابد من الإجارة أن تقدر بأحد أمرين بمدة أو عمل الإجارة تقدر بمدة أو عمل يعني أقول أجرتك أو استأجرتك لتخيط لهذا الثوب هذا ذكر عمل أم ذكر مدة ذكر عملا أو استأجرتك أسبوعا لأجل البناء ولم يحدد له عملا معين وإنما قال لأجل البناء ذكر المدة لكن الجمع بين المدة والعمل لا يصح يعني يقول له أجرتك ساعة لتخيط لي هذا الثوب يبقى جمع بين العمل والمدة لا يصح أنه ربما تكون يكون العمل يستغرق وقتا أكثر من المدة التي حدده فيحتاج إلى أو يكون فيه ظلم للعمل يحتاج إلى عمل أكثر أو إلى مجهود أكثر يجمع تقدر الإجارة بمدة أجرتك أسبوعا لأجل البناء ولكن لم يحدد عليه عملا معينة لم يكن له لبناء هذا البيت في أسبوع أو لبناء هذا الدار في شهر لم يحدد له عملا معينة أو قال أجرتك لتبني لهذا البيت دون أن يحدد له مدة يصح أما الجمع بين المدة بين الزمن ومحل العمل لا يصح كقوله استأجرتك ساعة لتخيط لي هذا الثوب يبقى جمع بين الزمن ومحل العمل فلا يصح لا تصح هذه الإجارة قال إذا قدرت منفعته بأحد أمري إما بمدة كآجرتك هذه الدار سنة أو عمل كستأجرتك لتخيط لي هذا الثوب وتجيب الأجرة في الإجارة بنفس العقد لو قال قال لك آه وتجيب الأجرة بنفس العقد الأجرة في الإجارة يجوز تعجيلها ويجوز تأخيرها يجوز تعجيلها ويجوز تأخيرها فإن كانت معينة لا يجوز تأخيرها يعني استأجرتك هذا الدار قال قبلت بهذا المال وعين مالا معينا أجرى معينة فهذا المال الإجارة الإجارة إما أن تكون معينة وإما أن تكون في الذن يعني تذهب إلى رجل تستأجر منه سيار فتقول لله أريد سيار هل أو أجرني سيارة أو قال أجرتك سيارة فقلت أنت قبلت بكم بكذا أنت قلت سأتيك بالمال بعد الفراغ من بعد الفراغ من استخدام السيارة مثلا يبقى أنت هنا الأجرى معجلة أم مؤجلة مؤجلة في هذه إن أجلت الأجرى في هذه الحالة لا يصح أن لا يصح أن يؤجل الإجارة لابد أن يحضر العين المؤجرة لأنه سيكون إيه إجارة دين بدين أنت الأجرى في ذنبتك والعين المؤجرة في ذنبتك لكن لو قلت له أريد أن أؤجر هذه السيارة فقال أجرتك إياها بألف جنيه قلت أنت له سأتيك بالمال بعد استخدامها قال قبلت فأعطاك السيارة وهذه الإجارة معينة هذه إجارة معينة لابد من تسليمها في العقد أما لو كانت الإجارة غير معينة أما لو كانت الإجارة غير معينة والأجرى غير معينة لا يصح واضح أم لا مش واضح هذه السيارة صارت لك أجرى استأجرها مثلا المدة المعلومة فإن تلبت هذه السيارة سيأتي لك ببدله مثلا لكن لو كانت في ذمته لو كانت الأجرى في ذمته قال لك لك عندي سيارة هو ربما عين في باله أو في ذهنه سيارة من السيارة لكن يجوز له أن يستبدل فوقت الاستلامك السيارة المؤجرة يجوز أن يعطيك غير التي مثلا رأيتها عنده في المعرض أو في المحل مثلا يبقى الإجارة إما أن تقدر بعمل أو تقدر أو تقدر بمدة فتقدر بعمل كاستأجرتك لتخيط لهذا الثوب بمدة كاستأجرتك هذه الدارة سنة أو عمل كاستأجرتك لتخيط لهذا الثوب وتجيب الأجرة في الإجارة بنفس العقد وإطلاقها يعني تملك تجيب الأجرة في الإجارة بنفس العقد ومجرد أن عقد وجبت الأجرة وجبت الأجرة الآن وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة الأصل في إطلاق الأجرة أن المؤجر يدفع الأجرة مقدما هذا هو الأصل إلا إن اشترط التأخير فيجوز تأخيرها وإطلاق الإجارة يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشترط فيها التأجيل فتكون الأجرة مؤجلة حينئذ لو كانت الأجرة مؤجلة هل يصح هو الخلاصة يعني أنه لا يصح أن تكون الأجرة مؤجلة وأن تكون العين المؤجلة أيضا لابد أن تطالما أن الأجرة مؤجلة فلابد أن تكون العين معينة ولو أن العين معينة فيجوز تعجيل الأجرة أو تأخير الأجرة لا يضر لكن لا يصح أن تكون العين مؤجلة في الذمة وأن تكون الأجرة كذلك مؤخرة أو مؤجلة في الذمة كذلك لأنه صار أشبه بميع الدين بالدين قال ولا تبطل يبقى لهو قال لك في ذمتي سيارة فقلت أو آجرتك سيارة في ذمتي يوم كذا تستلمه قلت أنت لهو قبلت ومال الأجرة بعد شهر بطل العقد بطل العقد لأنه صار أشبه ببيع الدين بالدين لكن تصح لو قال لك في ذمتي لك سيارة تستريمها غدا أو يوم كذا قلت لهو خذ أجرتك فهذا عقد صحيح قال ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين أي المؤجر والمستاجر ولا بموت المتعاقدين اللي اثنين يعني بل تبقى الإجارة يبقى لو مات أحدهما تبقى الإجارة أو مات العاقدان برضو تبقى الإجارة ولا تبطل تبقى الإجارة بعد الموت إلى انقضاء مدتها ويقوم وارث المستاجر مقامه في استفاء منفعة العين المؤجر يبقى الرجل استأجر شق في عمر له ولزوجته وأولاده ومات ليس من حق صاحب البيت أن يطردهم لأنهم أجروها سنة مثلا فورثة هذا الرجل هم من يستوفون حق الاستنفاع أو منفعة العين المؤجر طبعا لأن عقد لازم عقد لازم واستلموا العين المؤجر فحتى لو كانت الأجر مؤجلة هو عقد لازم لا ينفسخ إلا بانتهاء المدة المتفق عليها ويقوم وارث المستاجر مقامه في استفاء منفعة العين وتبطل الإجارة متى تبطل؟ قال بتلاف العين المستأجرة كان هدام الداري وموت الدابة المعينة وبطلان الإجارة بما ذكر بالنظر للمستقبل للماضي فلا تبطل الإجارة يعني الآن أنا استأجرت استأجرت هذه الدار استأجرتها سنة بكم السنة؟ قال السنة بعشرة آلاف جنيه مثلا يعني بعد ستة أشهر قلت له سأعطيك العشرة آلاف آخر السنة فسلمني العين المؤجر بعد ستة أشهر انهدمت الدار بطلت الإجارة يعني بطلت الإجارة يعني بطلت الإجارة في الستة شهور الآتية وإنما لا تبطل في الماضية فيستحق المؤجر قسطها فستة أشهر ستة أشهر نصف المدة وأستحق نصف الأجرة وتبطل في الآتية وهنا انفسق عقد الإجارة هذا إذا كانت معينة إذا كانت تب لو كانت في ذمته أنت ذهبت له قلت له أريد سيارة للأجرة يوم كذا قال لك بألف جنيه قلت له خذ هل عين لك سيارة من السيارات لم يعينها في ذمته فالسيارة التي هو يؤجرها أو سياراته كلها تلفت فجئت أنت في اليوم المحدد تطالبه بالسيارة قال لك تلفت لا تبطل الأجرة بل يبقى في ذمته أن يحضر لك سيارة ولو ليستأجر لك سيارة فلا تبطل فلا تبطل الإجارة إلا لو تفاسخه يعني أنت رضيت أن تأخذ مالك وتنصرف لكن طالما أن المستأجر لم يفسخ العقد فمن حق المؤجر هذا إذا كانت العين المؤجرة في ذمته أن يحضر له بدلة يبقى العين المؤجرة إن كانت معينة فتلفت العين المؤجرة بطلت الإجارة في ماذا يعني بطلت الإجارة بطلت الإجارة في المستقبل لكن لا تبطل فيما مضى يعني تبطل في المستقبل يعني ليس من حق المؤجر أن يأخذ أجرة الستة أشهر المقبل هو يأخذ فقط الذي سكنه أو الذي استعمله أو الشرط يستعمله الأيام التي كانت قبل الهدف يعني إنسان أجر شقة ولم يسكنه لم يدخله وظل مؤجرا لها شهرين مثلا ولم يدخلها ثم انهدمت الدار وجب للمؤجر أو للمؤجر له أجرة الشهرين وإن لم يستخدمها بالفعل لأنه ملكه إياه وخلى بينه وبينها لكن ليس من حق المؤجر أن يطالبهم أجرة السنة كاملة أن الإجارة بطلت في المستقبل ولا تبطل في الماضي يبقى كان هدام الدار المعينة كان هدام الدار وموت الدابة المعينة وبطلان الإجارة بما ذكر بالنظر للمستقبل للماضي فلا تبطل الإجارة فيه في الأظهر بل يستقر قصته من المسمى باعتبار أجرة المثل فتقوم المنفعة حال العقد في المدة الماضية فإن قيل كذا يؤخذ بتلك النسبة من المسمى يعني مثلا مسمى الإجارة تقوم المنفعة يعني أنت سكنت سكنت مدة سكنت إيه؟ سكنت مدة أو يعني كيف تفهم هذا المثال أنت استأجرت سيارة يعني لأن في السكن تبقى الأيام معروفة يعني يؤجر يوم شهر أسبوع لكن استأجرت سيارة هذه السيارة سرت بها مدة طويلة ولكن كان كل ليرة تضعها عند مالك وتأتي ثاني يوم تأخذها لأنك موجرها شهر مثلا فتلفت دون دون تفريط منك أنت أجرتها أسبوعا أنت أجرتها أسبوعا بألف جنيه وبعد ثلاثة أيام أو بعد يومين تلفت يأتي أهل الخبرة يقولون هذه المدة التي أنت أجرتها هذا الاستهلاك سافرت بها إلى مدينة كذا وكذا وكذا استهلاك هذا الاستهلاك يعادل كم من الإجارة قال والله يعادل ربع الإجارة يبقى له ربعه يعادل نصفها يبقى له نصف الأجر وهكذا وننظر إلى المنفعة ركب دابة ركبها كم ساعة هو استأجرها ثلاثة أيام ركبها ركبها ثمانية وأربعون ساعة متواصلة مثلا وهنا استهلاك كم من المنفعة ثلثي المنفعة صح ثلثي المنفعة لن أربع وعشرين ثلث وأربع وعشرين ثلث هو استأجرها ثلاثة أيام فاستخدمها أربعة وعشرون ساعة ثمانية وأربعون ساعة ثمانية وأربعون ساعة كم تساوي كم من المنفعة ثلثي المنفعة يبقى المؤجر يستحق كم من الأجر ثلثي الأجر وهكذا يبقى انتلفت العين المعينة بطلة الإجارة في المستقبل وصحت في الماضي وننظر نقوم المنفعة حال العقد في المدة الماضية من أول العقد إلى التلف فإن قيل كذا يعني هذه المنفعة ربع المنفعة نصف المنفعة ثلث المنفعة فإن قيل كذا يؤخذ بتلك النسبة من المسمى وأنت سميت ألف جنيه تأخذ ثلثة إن كنت استخدمت ثلثة المنفعة أو نصفة واضح أم لا مش واضح واضح فإن قيل كذا يؤخذ بتلك النسبة من المسمى وما تقدم من عدم الانفساخ في الماضي مقيد بما بعد قبض العين المؤجرة وبعد مضي مدة لها أجر يبقى لا تبطل في الماضي بقيدين أن تكون أنت فعلا قبضت العين المؤجرة يعني أعطاك مفتاحها حصل الإقباض خلاص أعطاك مفتاح الشفة التي ستؤجر أو مفتاح السيارة أقبضك إياه وإن لم أنت تباشر المنفعة بالفعل ولكن أقبضك إياه الشرط الثاني أن تمضي مدة لها أجر يعني بعد ما قلت له أريد هذه الشقة أجر أعطاك المفتاح خطوات وانهدم البيت بعد خمس دقائق هل خمس دقائق مدة لها أجر ليست مدة لها أجر لأن العرف المتبع مثلا الأجر يوم وليل أو يوم أو ليلة لكن بعد مضي مدة ليس لها أجر ففي هذه الحالة تأخذ أن تحقق كاملا حتى ولو كنت قد قبضت العين المؤجر أو أجر دابة وأقبضه إياه ركبها ومشى بها خطوطين ماتت هل هذه المدة التي استفاد بمدة لها أجر لا مدة ليس لها أجر فهذه بطلت في الماضي وفي المستقبل والخمس دقائق التي ركب فيها هذه الدب بطلت فيها الأجر وبطلت كذلك في المستقبل يبقى أن لو تلفت العين المعينة بطلت الإجارة بطلت في إيه؟ بطلت في المستقبل لا في الماضي تب وصحة الإجارة في الماضي مقيد بقيدين القبض العين المؤجرة ومضي زمن لمثله أجر فإن فقد شرط من هذين بطلت في الماضي والمستقبل واضح؟ وإلا انفسخ في المستقبل في المستقبل والماضي قال وخرج بالمعينة ما إذا كانت الدابة المؤجرة في الذمة فإن المؤجر إذا أحضرها وماتت في أثناء المدة فلا تنفسخ الإجارة فيجب على المؤجر إبدالها لأنها معينة لأنها في ذمته وليست قال لك عندي دابة حتى ولو أحضرها قال له إيه؟ لك عندي دابة استلمها يوم السبت فجاء تأخر المؤجر وأحضر فعلا المؤجر أحضر الدابة في المدة لكن المستقبل تأخر وماتت يحضر به يحضر بدله واضح؟ لأنها في ذمته بأن يجب على المؤجر إبدالها طيب إحنا قلنا لما قلنا الإجارة بتملك بتجب أو الأجر بتجب بالإه؟ بمجرد العقد والأصل فيها إذا أطلقت الإه؟ التعجيل طيب أنا استلمت الأجر أنا المؤجر وهذا عقد لازم هل تملكت هذا المال؟ ماهو ربما تتلف هذه العين ربما تتلف هذه العين هذا المال الذي قبضه المستأجر يتملكه ولكن لا يستقر لا لا يستقر متى يستقر؟ يستقر بعد مضي زمن السلامة يعني بعد أول شهر أنت أجرته عشرة أشهر عشرة أشهر بعشرة آلاف جنيه بعد أنت أعطاك العشرة آلاف جنيه هي ملكك ولكن لم يستقر ملكك عليه بعد مضي أول شهر والبيت سليم والدار سليمة تبين أن ألفا استقر ملكه لك وبعد مضي كل زمن من زمن الإجار مع سلامة العين المؤجرة تبين استقرار الملك ملك المال المقابل لهذا الجزء الذي مره واضح ولا مش واضح؟ وأنت أجرت بيتاً عشرة أشهر أنت المؤجر المستأجر أعطاك العشرة آلاف جنيه مقابل كل شهر ألف هذا ملكك هذا المال ملكك ولكن هذا المال قد اه قد تنهادم الدار فسترجع أجرة المستقبل لأنها بطلت في المستقبل متى هو ملكك ولكن استقرار ملك مرهون بماذا؟ بمضي سلامة كل زمن يعني أنا مر أول شهر تبين أن ألفا ملكك استقر ملكك عليه لماذا؟ لأنها صارت في الماضي وأجرة الماضي لا تبطل بعد القبض ومضي زمن صح؟ أو لا؟ طب بعد ثاني شهر وتمين استقرار ملكك على الألف الثالث بعد ثالث شهر على الثالث وهكذا في الشهر الثامن انهدمت الدار تبين استقرار ملكك على سبعة أشهر أو على ثماني أشهر والشهرين الباقيين تبين عدم استقرار الملكك لك في هذا المال فسترجع إليه الألفين لأن الأجرة لا إن هدمت العين المؤجرة بطلت في المستقبل لا الماضي بعد قبضها ومضي زمن له أجرة واضح ولا مش واضح ثم قال واعلم أن يد الأجير على العين المؤجرة يد أمانه وحينئذ لا ضمان على الأجير إلا بعدوان يعني أنت استأمنته على هذه العين يعني استأمنته أجرتها له لأنك تعلم أنه أمين فإن تلفت إن تلفت بغير تفريط منه لا يضمن استأجر دابة هذه الدابة ماتت هو يركبها الركوب المعتاد أرفا ولم يحملها فوق طاقته هي تتحمل فرضا أو فرضين فأركبها ثلاثة أشخاص وهنات اعتدى فماتت يضمنها استأجر بيتا هذا البيت للسكنة جاء زلزال أو هز أرضية هل يضمن العين المؤجرة لا يضمنه لا يضمنه استأجر البيت هو البيت للسكنة فأتى به بمعدات وآلات وقلب البيت مصنعا فانهدم البيت يضمن لأن هذا البيت مؤجر مؤجر للسكنة وهو استعمله في غير ما أجر لأجله أنت استأجر بقرة للسقية ليسقي بها الزرق أو ليرفع بها المال أو ليحرث بها الأرض فماتت يضمنها لماذا؟ لأنه استعملها على وجه لا تؤجر لمثله الأبقار مثلا فصار هناك تفريط أو لم يحفظها في حرز مثله السيارة متى تحفظ أين تحفظ إما تحفظ العرف تحت ذاره أو في جراش معين أو في مكان معين هو جاء على طريق صحراء وسريء وترك السيارة وقال سأتي أخذها غدا فسرقت السيارة يضمنها لماذا يضمنها؟ لأنه فرط فيد الأجير يد أمانة لا ضمان على الأجير إلا بعدوان كأن ضرب إلا بعدوان فيها كأن ضرب الدابة فوق العادة أو أركبها شخصا أثقل منه أو أركبها شخصا إيه؟ أثقل منه يقول لك في الحاشية قال أو أسكن الدار حدادا أو قصارا دقة فإن لم يدق فلا ضمان يعني أنت سكنت البيت أنت العين المؤجرة التي استأجرتها أنت لك أن تؤجرها لغاية يعني أنا استأجرت دار فأجرته أجرت هذا الدار أو أجرت عفوا هذه الدار ليلة لحداد هذا الحداد أتى بمعداته وأدواته لكن هو يريد أن ينام فقط يعني أتى بالمطرقة وأدواته ووضعها ونام فانهدم الدار انهدم بفعله لم ينهدم بفعله فإن أخرج الحداد المعدات وأخذ يعمل في الآه في الدار فانهدمت الدار أو انهدم جزء من الدار أو تلف جزء من الدار يضمنه الآه يضمنه المؤجر حينئذ ثم قال فصل في أحكام فصل في أحكام الجعالة أو الجعالة أو الجعالة نعم يستعجرون لكن تجمع بين المدة والعمل مثلا أنا قال مستعجر استعجرتك هذا المزروعة لتباتت أشكر لزرع البطواتيس مثلا هذا يسير هنا لم يجمع بين المدة والعمل هنا مثلا بعض الأراضي إن زرع فيها غير البطاطس ربما ضره مثلا يعني الله أعلم فيقول أنا أجرها لأجل زراعة البطاطس لأن هذه الأرض أكثر ما تصلح له هي مثلا زراعة البطاطس فلو زرع فيها شيئا آخر ربما يضر بالأرض مثلا اللي هي الأصل ملك اللي هي المالك ترجمة نانسي قنقر